رحبت مصر بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وفي بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن صدور هذا القرار التاريخي بمثابة تكسيدا لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال وطالبت مصر مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بالتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة لأسيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمى نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية